بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا عبدالله الثلاث سنوي ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير عندنا ان شاء الله النهاردة الاجابات النموذجية للامتحان التجريبي التاني هنحل مع بعض التلات نمازج بالتفصيل لكن قبل ما اروح للحل محتاج انابه على اكتر من نقطة مهمين جدا فارجوك ركز معايا واستوعب الكلام اللي انا بقول اول حاجة الامتحان اللي حضرتك امتحانته عندي هو امتحان سابق لامتحانات السنوية العامة انا بمسكه وبعدل عليه علشان يتناسب مع الاجزاء اللي احنا شرحناها لحد دلوقتي والتدريبات اللي احنا اتدربنا عليها مع بعض ففكرة ان انس بيجيب اصلا امتحانات صعبة دي مش موجودة كل الامتحانات اللي هتمتحانها هنا من دلوقتي لحد ما نخلص السنة هي امتحانات سنوية عامة سابقة بعدل عليها علشان تتناسب وتتلاءم مع الجزء اللي احنا شرحناه لحد دلوقتي يعني انا اصلا بدربك وبهيئك لامتحانات سنوية عامة النقطة التانية واللي زوري تنبح من كتر الكلام فيها يا حبيبي مفيش اي علم في الدنيا حضرتك تقدر تتعلمه وتتقنه وكمان تجيب في الدرجة النهائية الا لو كنتوا بتعرف تقرأ وتكتبه يعني مش امي فيه امي يعني ايه ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب على سبيل المثال في الانجليزي تقدر تدخل تحل وتضمن الدرجة النهائية كده وانت لان تعرف تقرأ ولا تكتب وما تقوليش ايه اصل الفرنساوي غير اصله بيتحل بالاحساس يعني ايه بالاحساس مش فهم فهمها لك يعني احراج بتعمل كده هتحط ايدك على قلبك وتعمل كده تحل ولا ايه وده قريته لك في الامتحانات الخمستاشرات والاثنشرات وعشرة وسبعة والدرجات دي كلها بتنم ان الفكر اللي انت ماشي بيه فكر غلط مفيش حاجة اسمها كده لازم اكون قادر ان نقرأ واكتب كويس على الاقل بنسبة تمانين تسعين يا سيدي مش يحصل فيك زي ما حصل في امتحان سنوية عام السنة اللي فاتت كنا متعودين ان عندنا اربع وحدات بنحفظ الطالب المقالي الموجود فيهم بيدخل يلاقي واحد يكتبه السنة اللي فاتت غير مجابش مقالي من الاربعة طب عمل ايه عمل مقالي سهل جدا قال انت بتدعو صديقك الفرنسي لزيارة مصر اكتب انت رحتو فين وعملتو ايه وزورتو ايه تخيل طالب سنوية عام قاعد وقتها على ورقة الامتحان مش عارف رأس السؤال بيقول ايه ومش عارف يكتب وده اللي نزل الناس شوية في اللغة التانية فمطلوب من حضرتك على قد ما تقدر تقرأ وتكتب علشان تتلاشى فكرة ان انت تحل بالبص مجاب النقطة رقم 3 ودي تخص الطلبة اللي عندنا الامتحان بتاعنا يا شباب بنعتبر انه الدرجة النهائية فيه من 35 ليه؟ هو الامتحان انا عارف انه من 40 ولكن انا بقولك انه هو من 35 لانه فيه في الامتحان ده 5-6 افكار جداد انا محتاجة دهالك علشان ادخلك الامتحان معك معلومات زيادة مش معلومات نقصة خالص ففي كل امتحان انت هتمتحنه هنا لازم اخرجك منه بفكرة جديدة ومعلومات جديدة وارد تجي في امتحان اخر السنة لانها اصلا جات قبل كده اخر نقطة واللي بنبه عليها جدا 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 اهم حاجة يا شباب وعصب اللغة عصب اي لغة اصلا هي الكلمات فلو انت عايز مني نصيحة مهمة جدا احفظ وكابيولير وكلمات على قد ما تقدر هتبقى زي الفل في اللغة بتاعتنا دهالك نبدأ كده مع بعض بقى علشان ما نضيعش وقتنا نبدأ اول حاجة عندنا زي ما انت شايف قدامك كده بالنموذج اللازرة اللي هو النموذج رقم واحد بنبدأ بسؤال الفهم والاستنتاج وهو سؤال القطع وركز في اللي انا هقول سؤال الفهم والاستنتاج ليه طريقة معينة في الحل اولا هو بيعتمد على حفظ الكلمات هل كل الكلمات اللي في النص ده حضرتك خدتها قبل كده معظمها انت خدتها قبل كده بيكون النص من سبع لثمن سطور وفيه ما بين خمس لست كلمات انت اول مرة تشوفها لكن هذه الكلمات غير مؤثرة على الحل حضرتك ممكن تستنتجها من خلال او من سياق النص العام لما انت تيجي تحل في القطع بتقرأ الجملة من اولها لحد الفصلة او النقطة وتقف تفاهم نفسك الناس دي بتقول ايه علشان ما طلغبطش نفسك نبدأ كده نسم الله ووحدة وحدة اول حاجة دو زين الدين يبقى من زين الدين اهنري الى واحد اسمه هنري العنوان الابجي حاجة اسمه انفيتاسيون يعني دعوة اتنين بيتكلم مع بعض زين الدين بيدعو هنري اول حاجة هنا الولد اللي اسمه زين الدين قاله ساليون يعني ازايك؟ قال في الجملة الاولى يعني انا اسكن في القاهرة القاهرة بتكون عاصمة مصر هيبتقى على حافة او على شاطئ نهر النيل في مصر السفلة عندنا مصر العليا ومصر السفلة مصر العليا دي اللي هي الصعيد وانت جايبها عندنا طيب قال بعد كده انا ادعوك لكي تقضي يعني سبع تيام انا بدعوك عشان تقضي اسبوع بعد كده قال لي اللي بيقول مين زين الدين بيكلم مين بيكلم هنري بيقوله بيقوله اللي هو بريفير كأفضل ان تي فيان ان تأتي ان افار في الشتاء برس كالفابو لان التقصي هنا بيكون جميل البعد كده من اول السطر تي بو فيزيتي لبراميد انت تستطيع ان تزور الاهرامات لوسفانكس اللي هو بو الهول اللي هي القلعة وكمان تزور برج القاهرة والمتحف المصري وتصور كمان حاجة اسمها معلش شئاسو والت هنا ما يمشي واحدة واحدة اهو يعاني وتصور المناظر الجميلة قال له بعدها انت تستطيع ان تقوم بعمل رحلة نهرية في نهر النيل وانت تذهب الى الاقصر واسوان واللي بيوجد فيهم بيوجد فيهم كثير من المعابد انت ايضا تستطيع ان تقوم بعمل لبولوني الغطس اشارم الشيخ وبوردولامير روج على شاطئ البحر الاحمر دي كانت القطعة هل فيها حاجة صعبة عشان تجيب لي فيها اتنين وثلاثة وفي ناس جايبا لنا فيها صفر عيب عليك طيب السؤال الاول بيقول لي فيه هزا الايميل ارسل بواسطة مين طبعا دار زين الدين السؤال رقم اتنين هنري يستطيع ان يقوم بعمل رحلة نهرية فين في نهر النيل يبقى طيب رقم تلاتة زين الدين دعا هنري الى زيارة هل هيزوروا القاهرة فقط لا طبعا هل هيزوروا تلات مدن لا طبعا هو قال كده هتزور القاهرة والاقصر واسوان وشرم الشيخ يبقى هنا كاتري فيل اربع مدن السؤال رقم اربع بيقول لي هنري سوف يزور المتاحف لانه قال هتزور المتاحف القاهرة خمسة بيقول لي هنري من الممكن ان يقضي قد ايه في مصر هو قاله هناك فوق سومن اذا سومن دي تدي لك ست جور يعني سبع ايام ستة زين الدين اقلان سان بيكونوا زين الدين والان اللي اتنين بيكونوا دي زمي يعني اصدقاء نروح على القطعة رقم اتنين القطعة رقم اتنين في نص السطر بيقول لنا يعني تعالوا أجازاتكم شرم الشيخ في مدينة شرم الشيخ بيقول لي هنا في اول جملة يعني شرم الشيخ بتكون المدينة الاكثر جمالا المدينة السياحية الاكثر جمالا في مصر اللي السطروف وبور دو لامير روج هي بتقى على شاطئ البحر المتوسط السابل هي بتسمى لابي دو لابي يعني مدينة السلام ست فيل هذه المدينة اتير اوسي دي مليه دو توريست و دي جيبسيان هذه المدينة بتكزب الاف السياح والمصريين اللذين فيان بيأتون بيأتون بروفيته ليستمتعو دو سا ناتور بطبيعتها ايه فوتوغرافي ويصورو لباو بايزاج المناظر الجميلة سورتو خاصة ان ايفير ايه او بغينتان خاصة في فصل الشتاء وفصل الربيع سان كليما يعني تقصوها ايه مانيفيك بيكون رائع توت لاني طوال العام او السنة اتكو ميفير الشتاء زي الصيف الى سانكانت سانك ميل دبيطان هي بتحتوي او بتملك خمسة وخمسين الف ساكن دو سان اتل يعني ميتين فندو توريستيك سياحيين دي ريستران مطاعم دي كافي كافيهات ان بارك حضائق داتراكسيان اللي هي حضائق اللي هي مدينة ملاهي يعني ام بو فرد سبور ناتيك نستطيع ان نقوم بعمل رياضات بحرية ناتيك يعني بحرية كم دو لعبولوني زي الغطس ام بو نستطيع ايضا اوسي فرد كروازير نعمل رحلة في البحر سور لامير روش في البحر الاحمر نستطيع نزل الى هزي المدينة نروح على الاسئلة بتاعتنا السؤال الاول بيقول لي فيه هزي الوثقة بتكون هل هي خطاب؟ طبع لا بريد الكتروني لا هل هي محادسة؟ لا طبعا ننزل تحت على السؤال رقم اثنين سور دو كيمون هزي الوثيقة نو كونسي بتنصحنا دو فيزيتي النزور انفيل سور لامير ميديتراني مدينة على البحر المتوسط لا طبعا انفيل سور لونيل مدينة على شاطئ النيل ولا الدلتا ولا انفيل سور لامير روش مدينة بيطاقة على شاطئ البحر الاحمر تسعة بيقول لنا شرم الشيخ الفيبو في شرم الشيخ التقصي بيكون جميل يا ترى في الشتاء بس ولا في الصيف بس ولا في الصيف والشتاء ولا لانه قال الجو بتاعها او تقصها اصلا بشكل عام بيكون يعني رائع طيب هنا شرم الشيخ في شرم الشيخ ما استطيع انه مارس بيكون الكسر من الانشطة ولا انشطة سبورتيف رياضية فقط ولا ميوزيكال موسيقية ولا اكتيفتي ناتيك نقدر نمارس الكثير من الانشطة انبوة ليه اشرم الشيخ بار نستطيع ان نذهب الى اشرم الشيخ بار طائرة بس ولا بواسطة اوتوبيس بس ولا بواسطة سيارة ولا بلوزير مويندو ترانسبور العديد والكثير من وسائل المواصلات وهي دي طبعا الاصح ننزل على الجملة رقم 12 اشرم الشيخ ايليا في اشرم الشيخ بيوجد كم واحد من السكان اكيد مش خمسمية ولا خمس تلاف يا خمسة وخمسين يا خمسين هو قال لي فوق سانكان سانك يبقى دي خمسة وخمسين الف هل في القطعتين بقى في النموذج الاول كان فيه اي حاجة صعبة اتنشر درجة في جيبك اللي اتنشر ولكن انت اللي ما بتفتحش كتاب او بتستهون في المادة فعشان كده المادة هتمسح بوشك البلاط المادة مادة ايدها علي يا بابا بص كده في رقم 13 مواقف مفيش ولا مواقف صعب في المواقف حضرتك بتترجم الجزء الاول ثم الجزء التاني تعمل اسقاط كده تعطي تكلم نفسك عشان تزبط الموقف انت تطلب من صديق فرنسي التقص في فرنسا انت تقول او انت بتسأل لان هذا الفعل اللي هو بيأتي بمعنى يسأل او يطلب فانت بتسأل صديق فرنسي عن التقص في فرنسا انت تقول عايز اقول له التقص عامل ازاي في فرنسا يا ترى اقول له في فرنسا الجو بيكون بارد لا الجو بيكون بارد في كل الارجاء لا يبقى هياد الصح التقص في الشتاء عامل ازاي في فرنسا طيب انزل في اللي بعدها 14 معلومة على الساعة لاحد المرة او المشاء انت تقول يعني واحد معدي فاكيد سألني سؤال فانا عايز ادي له معلومة عن الساعة فحايز اقول له الساعة كام اقول له هو هيوصل للساعة 18 مالهاش علاقة طب هي بتكون الساعة 18 الساعة دلوقتي لما بيبقى واحد ماشي في الشارع فيقولك هي الساعة كام فانت تدي له معلومة عن الساعة تقول له والله الساعة 8 9 10 اي حاج طيب 15 صديقك بيسألك فصلك المفضل انت تقول واحد جاي يقول لي انس انت بتحب انه فصل انا اقول اقول انا احب فصل كذا طب اللي بعدها 16 احنا بنسألك انت متى تسقط اوراق الاشقار انت تقول يعني في الخريف طب لو ساعتك مش عارب بقى انا ديفه سول سنة احفاظها يا ابني ماهدي ما فيهاش مجل الفهم ابلع ما يأتي على طول عاملك فيها ايه طيب 17 تيدي موندا انت توريست انت تطلب من سائح سا ناسيوناليتي جنسيته انت تقول واحد سائح معادي اقول له يا خواجة انت جنسيتك ايه نقولها ازاي فاقول له انا بكون فرنسي لا انا بسأله فاقول له كليف وطر ناسيوناليتي خدتها دي وانت فيقولها سنوي انتم سوف تقضون اجازاتكم في الجبل ماذا انتم تقولون الجبل ملعبش فيه بوكس ولا لعب فيه سباحة ولا لعب فيه كرة قدم بالطبع لاننا احذرتك ونبهتك انه في الجبل في فصل الصيف تلعب رياضة اسمها سكلد تسلق الجبال وفي فصل الشتاء تلعب رياضة اسمها سكي التزلج على الجليد تعالى للجرامير الجملة رقم واحد هو بيسأل على ايه صفة ملكية عوض عنها ده بضمير اسمه ال 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 دي بيجي معاها ايه من صفات الملكية سن وصا وسا اي حاجة غيرهم بالسلام طيب يبقى شيل له واشيل كلمة سا واشيل كلمة سن لان واجبات دي جمع وفي قاعدة بتقول ان الصفة الملكية دي بتوضع هنا بناء على الاسم اللي يليها على الاسم اللي بعدها فقولنا ده بتعمل واجباتها بس كده طيب والدي مونة عايز اقول بيذهبوا الى النادي عوض عن ابوها واماها بإلافك اس تصريف فرب عليه اللي هو فعل شهز من افعال المجموعة الاولى يبقى طيب علي وسامي صاند اوريجين علي وسامي بيكونوا من اصل هزي الكلمة اي صفة وراها لازم تكون صفة مفرد مؤنس ونبهنا منها مليون مرة قبل كده كلمة اوريجين وكلمة ناسيوناليتي اي جنسية وراهم جنسية لابد ان تكون مؤنس بغض النظر عن ما قبلها او عن الفاعل في بداية الجملة اتنين وعشرين حضرتك في اتنين وعشرين احنا نقدر نتكلم عن المهن بشكلين مختلفين اما تضرب لي على طول فيرب اتر فتقول لي وتقول لي حاجة اسماها كلمة مثلا يعني انا اكون طبيب فهنا عايز نتكلم عن المهنة بتاعتك هتحط فيرب اتر طب ممكن تتكلم عن الزي التنكوري يعني ايه مصطر زي التنكوري في فرنسا او في اوروبا اللي عال بيعملوا حفلات تنكورية يلبسوا فيها المهن اللي هم بيحبوا يكونوا عليها لما يكبروا فاي تعبير عن الزي التنكوري تحط قدام الزي التنكوري حرف جرش مؤن وراح نفسك طب اللي بعدها استفهام معاني الأدوات كمبيان دي معناها كم طب كل دي معناها ما أو أي طب كي دي معناها من طب و دي معناها أين جرب بقى كمبيان ما يجيش بعدها غير دو مفيش دو كل بتسأل عن نوعية الاسم في الجملة ولا تستخدم إلا لو وراها تصريف لفير بأتر كده أو أي اسم من الأسماء وما فيش أي حاجة من دول هنا طب من أنتم تذهبون لكي تشتروا كتب مالهاش علاقة يبقى أين أنتم تذهبون بور أشتادي ليفر هقول جوفي على ليبريير مثلا بروح المكتبة اللي بعدها 24 فكرة الجملة إن أنا عايزة حط حاجة تعبر عن كثرة الفعل ده مري معاها مت كتاب يبقى هي بتحب كثيرا القراءة أولا تريب السلامة لأن تريب تأتي عشان تصف كثرة الصفات والفعل يحب ده فعلي مش صفة وبيكو دو بنسميها ظرف من ظروف الكمية لا تستخدم معها دو ويجي وراها لو ما تنفعش وموان دي بتاعت مقارنة يبقى إزام بيكو لأن بيكو واتري الفرق ما بين الاتنين بيكو تأتي مع الأفعال واتري تأتي مع الصفات كلام سهل وبسيطة هو هنا بيقول لي المشجعين بيشجعوا أعوض عن المشجعين دي صفات الملكية اللي بتيجي معاها إيه أي حاجة غير لور ولورا فيك اس بالسلامة هي الكلمة التي تالي النقاط مفردة أخد لور دي آسف مفردة أخد لور الأخيرة اللي هي رقم دي طيب انزل تحتها هنا دي جملة مقارنة فيه فرمة أو شكل عامل مقارنة بلو صفة ثم ك ثم الاسم التاني بس خلاصه أو اللي فاهم بيريح طيب سبعة وعشرين تصريف أفعال عوض عندي بإلافك اس أي تصريف مع الإلافك اس دائما طيب تمانية وعشرين استفهام كي دي معناها إيه من واسك معناها هل وكو معناها ماذا وكو معناها برضو ماذا جرب بقى من أنت تأتي والله ده إيجابة من المتحن سنوية عنه من أنت تأتي لاندي لا ما تنفعش طب هل أنت تأتي لاندي يوم الاتنين طب ماذا أنت يبقى بي هي الوحيدة هل أنت تأتي يوم الاتنين أنت هتيجي يوم الاتنين طيب إيه اللي بعدها في رقم تسعة وعشرين دون طن ليف رأيز ضمير مفعول يتم تحويل ضمير المفعول مو إلى مو بعد الفعل في الأمر المسبت فاخد مو طب ننزل على اللي بعده دماء ده زمن مستقبل قريب بيكون من تصريف أربع أليه في زمن المضارع زائد أم في نتيف يعني مصدر هتصرف هناك على إيه خدنا بي أو إحنا قضينا رحلة يا طرى جينيال لا لأ لأن كلمة جينيال للأو أصلية في تمشي مزاكر ومؤنس طب لأ ده مضافة للتأنيس لأن كان أصلاها وتتأنيس طب لأ ده كان أصلاها وهتتحول إلى يبقى الوحيدة اللي يلقو فيها أصلية وبرده كانت سؤال ثانوية عام قبل كده طب اللي بعدها دي وسط مصالة مغلقة وأنا أركب بداخلها يبقى أخذ حرف جر اسم خلي بالك قد تشعر أن الامتحان سهل لأن أنا اللي بحل نيجي على الجزء الخاص بالمقالة اللي أنا بلاقيك بتعجن برجلك في عجن مع أن الموضوع سهل بص يا سيدي كلمة نزلها زي ما هي أدي كلمة كلمة نزلها زي ما هي أدي طيب اسوأ الأولاني أي رياضة أنت تمارس سهل الموضوع أهي وقل هنا أنا أمارس طيب أين أنت تمارس هزي الرياضة عايز أقول أنا أمارسها في النادي فأقول وأحط هنا مكان عن الرياضة فأقول أهي كده وأقول هنا شكرا خدت التلات درجات بتوعك واتكل على الله طب ننزل تحت الموضوع هنا بيقول لي اكتبوا إلى صديق عشان تكلموا عن عائلتكم طيب الموضوع سهل وبسيط بص يا سيدي هتقول اسمك وهتقول عندك كم سنة أو هتقول اسمك بس هتقول مثلا وهتقول جمل سهلة وبسيطة اهي اكتب مثلا أي اسم من الأسماء علي مثلا أنا اسمي علي عايز أقول عائلتي أنا فاكتب كلمة عائلة هي كلمة فامي اهي وحطه قدامها ما فأقول ما فامي عائلتي مكونة من فأقول حاجة اسمها وده فعلي من الأفعال فخليه ونهاية دو عائلتي مكونة من وقل مثلا كاتر أربع برسون عائلتي مكونة من أربع أشخاص طيب أتكلم عن كل شخص من العائلة بتاعتي بقى هو بيقول لي اتكلم عن عائلتك فهقول أول حاجة من بير يعني والدي من بير أه بيملك أه بيملك مثلا هنقول خمسة واربعين سنة طيب هقول كمان صفة عنه فأقول إليه هو بيكون مثلا هنا كلمة سو سيابل هو بيكون اجتماعي شكرا شكرا اتكلم عن والدتك قول مامار أهي أدأ أمي مامار بتكون خجولة بلاند وبتكون شقراء هقول عندها إلى أهي مثلا كارانتا عندها أربعين سنة هقول اه مام بوتي فرير أخويا الصغير لاحظة نحزل ببوتي اللي احنا كتبناها غلط دي احنا بنقنسها ليه فنقول كده ايه مان بوتي فرير أخويا الصغير محمد هو بيكون لطيف فأقول مثلا شوف احنا ممكن نكتب في الموضوع ده من عشرين سطر من غير ما ما تعطل وبتكتب جمل سهل وبسيطة فما تصعبهش على نفسك ده يا سيد الامتحان اللي كان بر بين درجة هل ده يستحق بقى ان حضرتك تجفي أصلا تحت خمسة وعشرين امتحان تافه ولكن انت المشكلة فيك انت لما بتفتحش كتابة وما تذاكرش يا دي الدبانة اللي عمالات اللي في حوالينا تعال نروح للامتحان التاني البنفسجي هو دايما دايما الامتحان اللي انت امتحنته هو صعب امتحان مش عاف ليه مع ان كلهم نفس المستوي اللي امتحان التاني نبدأ كده مع بعضة واحدة واحدة بيقولي هنا بيير عايز يروح السينما في حي لاتيني ما ولكن هو تاه تاه يعني هو طلب أو هو سأل سيدة عن خط السير لكي يذهب الى الحي اللاتيني علشان يروح السينما فيه بيير قال باردان مادام فوزت دو سو كارتية مع زيادة سيدي حضرتك من الحي ده قالت له وي ميسيو يعني نعم سيدي بيير قال لها جو شيرش لو سينما ريفولي انا ابحث عن سينما اسمها ريفولي فو سافي وي إلي حضرتك عارفة هي فين السيت قالت له وي سينبا الوان دي سي دي ما بيكونش بعيدة من هنا بخوني لا تروازي مري اي ابري تورني ادروات يعني خد الشارع التالت وبعد كده نعاطف الى اليمين بوي يعني سم فو دو في تورني اجوش حضرتك يجب عليك ان تنعاطف بعدها الى اليسار حتى حتى شارع اسمه شارع جيرار هتلاقي السينما في مواجهة الحديقة او في وش الحديقة بيير قال لها انا كده اعتقد انه السينما بعيدة عن هنا قالت له حضرتك هتصل في خلال خمس دقائق بار بواسطة السيارة هذا القطع الاولى طيب ننزل بيير ديماند لادرس دو سينما كار بيير طلب العنوان بتاع السينما لان اله دو ميم كارتيه هو بيكون من نفس الحي والله ما حصل اله اون روتار هو متأخر لا ال نوسيبالادرس هو لا يعرف العنوان صح الفوفوار ان فيلم هو عايز يتفرج على فيلم لا طبعا طيب اتنين بيير سينما هيروح الى السينما ان فاتير لان هي قالت له بالعربية هتقعد خمس دقائق طيب لو سينما ريفولي ستروف بتقع يا طرى هي بتقع في شارع اسمه جيرار ولا في الشارع الثالث ولا تريل واندو بارك ولا دون لبارك طب تعالى نطلع نشوف هي قالت له ان عاطف الى اليسار جوسك حتى شارع جيرار لو سينما اي جوس تنفس دو بارك السينما في شارع جيرار خلاص يبقى دون لفيني جيرار في شارع جيرار صح سي بيير ذا وسينما ابيه دي بقى اللي اتدحكك بقولك إذا بيير ذهب الى السينما ابيه على الاقدام هو يستطيع ان يصل هل ان سانك مينيت لا ده بالعربية هيوصل في خمس دقائق على رجليه اكتر باللودلو سانك مينيت بالطبع هي بيه طب اقل من خمس دقائق ولا في ثلاث دقائق فما ينفعوش يعني دي ستنتاج سهل وبسيط بس لازم تبقى فاهم هو بيقول ايه عندي هنا في رقم خامسة بيير عبت بيسكن دون لو كارتيالة لا طبعا طب احنا مش عارفين هو ساكن فين لانه هو ما قالش وخليك في السيف زون بزاد في القطع ما قالش هو ساكن فين ننزل بعد كده سؤال رقم ستة بيير فو قليه يريد ان يزهب سهل جدا الى السينما تعالى نروح ليه القطعة اللي بعدها هنا بيقول لي برضو في محل لملابس للرجال الزبون بيقول والزبون دايما على حق أنا عريد البادلة السوداء أنا عايز البادلة السوداء اللي محتوطة في الباترينة بره البايع قال له داكار كلي فوتري طاي مقاسة كام الكليان قال له طاي سانكانت مقاسة خمسية البايع قال له لو فولا اتفضل هو انت عايز تقسها الزبون قال له أنا عايز كمان معها بقى عميس ابيض وقرافات البايع قال له حضرتك عايز انت عايز القرافات طالونها ايه هو حدد القميس ومحددش القرافات فالكليان الزبون قال له روش فونسي عايزها احمر غامل يعني كده هيخد بدلة واميس وجرافات طالونها ايه احمر غامل الموضع الموضع سيلفو بلي من فضلك البايع قال له تفضل بتكون مناسبة هي تلائم جيدا لو كستيم هي شكلها حلوة على البادلة الراجل قال له التلاتة دول بكام بقى البايع قال له لكستيم البادلة تكلفتها ميل دوسان الف ومتة ايه لاشيميز والاميز ايه ايه صان وان الاميز بمية عشرين ايه لكرافات والجرافاتة ايه كاتر وان بيتمانيين يبقى كده مية عشرين وتمانيين ده امتين عالمتين يبقى الف وربعمية قال له الساكوت هزا يكلفك ميل كاتر صان فو لبخوني هتاخدهم الراجل قال له ننزل بعد كده الصور رقم واحد الزبون طلب بدلة يطرى مع جرافاتة ولا مع اميز ولا افيك ايه يبقى سي هي صح طب او اشارة للون الجرافاتة اه طبعا الروج فانسي احمر غامق هنا بيقول لي في هزا المحل بنجد ملابس جميلة جدا بنجد ملابس بقى قديمة مش عالموضة ولا للسيدات ولا للاطفال لا طبعا لانه هو قلي فوق محل للرجال هنا بيقول لي البدلة بتكون غالية زي القميص لا اقل اه اه اقل غلوا من الجرافاتة لا طبعا نفس سعر الاميص ولا بالو شار كولة شميز الى جرافات اغلى من الاميص والجرافاتة لان البدلة الوحدها هيك هتعمل الف ومتين جنيه. هنا بيقولي دفع المبلغ الاجمالي الف وربعمية. دي ميل دو سان دي الف ومتين. دو ميل ذان كاتر يعني الفين الفين وتمانين. طب ميل الف كاتر سان. الف وكاتر دي يعني اربعة وسوية يعني ربعمية اه. طب ميل سان كاتر. لا طبعا دي ما تنفعش. طيب ننزل على المواقف. هنا بيقولي انت تطلب من صديقك رأيه. انت رايح لوحد عايز تقوله ايه رايك اللي انا لابسه. انت تقوله. فتقوله. هزا يلائمني انا جيدا والمود الامير مفعول. فانت تطلب من صديقك. اه انت بتسأل صديقك عن رأيه في مظهرك. انت تقول. يبقى الوحيدة اللي تنفع هي دي. طب كليتو نافي دوسو فيلم ايه رايك في الفيلم ده ما لاهاش علاقة. انا انا احبوه كثيرا ما لاهاش علاقة. انا اجدوه سيء ما لاهاش علاقة. انت اللي رايح تسأل صاحبك عن رأيه فيليبس. فتقوله ايه رائك فيدي. هنا في تلاتاشر تيدي موضع انت تطلب من صديقك. ساكلور لونه. المفضل انت تقول. انت رايح تطلب من صاحبك لونه المفضل. فتقوله ايه. ودي ناقصها طبعا ال. طيب اللي بعدها دي مهمة جدا نخلي بالك منها. انت بتكون في محل شوسور يعني احذية. البايع بيقول اليك. لما تبقى في محل احذية كلمة طي دو مزور معناها مقاس. يعني ايه مقاس? مقاس حاجة بنلبسها فوق زي جاكت مثلا او قميس. دي اسمها طي. اه اه دو مزور. هنا كلمة تور دو سيانتور معناها مقاس وسط. ودي احد الاسئلة اللي انا عايزك تعرفها. سعر هذا البنطلون. ملهاش علاقة. طب معناها مقاس قدم او حزاء. فلما تبقى في محل احذية الراجل بيع يقول لك ما هو مقاس قدمك. طيب انت عايز تشتري شورت. دي انت تدخل الى الباقع. تقول له مقاسي. اه ولا شورت لا استنى شورت ما يفعش تقول مقاس. مقاس ده فوق. تقول له مقاس وسطي. لان ده شورت. اه سوسانت ويت. مقاس وسطي بيكون تمانية وستين. وده الاجابة الصحيحة. نروح بعد كده على الجملة رقم اه ستاشر. تي دي موند اطانكو بقى انت تطلب من صديقك سوكو. الذي هو سوف يرتديه في حمام السباحة. هو يقول اللي بترتديه في حمام السباحة ما ينفعش يهبل. تقول بدلة. ولا ينفع تقول جينز وتيشيرت. ولا ينفع تقول ندارة نظر. تقول جوفي بورتي ان مايو دوبان. هلبس زي حمام سباحة. عندي بعد كده بيقول لي أنت تصف حيك الى صديقك الفرنسي. انت تقول. لما تروح توصف حيك لصاحبك الفرنسي تقول له ده بيكون حي ملهاش علاقة. حي بيكون رائع تمشي. طب حي بيسمى او يدعى. لا ملهاش علاقة. طب انا بتكلم عن حي عايز توصف الحي فالقل رائع جميل نظيف حديث والى آخره. ننزل في اللي بعدها. اركز كده في الجملة الاولى. هنا محتاج حرف جر. طيب يا ترى مركب لا. بسيط. اه. اول كده. لو كافي القهوة. ايه. انتر. لو سينما. لو ماجازة. ليه ما ينفعش الاولى والتانية لان دول دائما ما يتبعه بدو او دولاء او دولة او دولة او دولة او دولة او دولة او دولة او دولة. لان دي حروف جر مركبة او حروف جر مكانة. طيب اجوردوي النهاردة جونيبا. فيه هنا نفي. والفعل المنفي مش قطر. حتى لو دي جامع يا حبيبي خدوه. لان القعدة بتقول عند النفي. بيتم تحويل ادوات النكرة والتجزاء الى الدوء ودوء مصرف. معاها لو كان الفعل من في قطر وده مش قطر. طيب. بور اليه الوبيتال اللي كايتزعب الى المستشفى. دي جملة امرية لانه خط هنا فصلة. لكايتزعب الى المستشفى. اه. ذا تودروات يعني امشي على طول او امشي على خط مستقيم. واحد وعشرين استفهام. بيقول لي هنا كي دي معناها من? طب كو دي معناها ماذا? طب كون دي معناها متى? طب كيل معناها ما او اي. اه من انت تذهب الى المدرسة? لا. ماذا? لا. متى? اذا اجابة اجابة صحيحة. متى انت تذهب الى المدرسة? اقول صباحا مساءا وهكزا. ان فرانس لطان. قلتلك بعبر عن حالة الجو بحاجة من اتنين. اما اقول لطان واجيب وراه اه كده. التقصي بيكون بارد طوال السنة او العام. دي صفة? اعبر عن كسرة الصفة بكلمة تريه. في الامتحان التاني كنت جاب لك بكو. تيفا? انت سوف فعلا اولان المصرف? لابد ان يأتي بعده مصدر. انت سوف تقيس هذا الرب او الفستان. انت هتقيسي هذا الفستان? اجوردوين نهارده موفيس ابني لديه امتحان. عوض عن ابن الامير اسمه قلت صريف افور مع اليل تبقى ايلا انك زمان دو فرنسي. سو صورة هزا المساء نو. تصريف مع نو. نو سورطان انسامبت. احنا هنخرج مع بعض. لأ استنى. استنى كنا هنتكفع لوشنا. هزا المساء ده زمن فوتير بورش مستقبل قريب. لان لو قعد دلوقتي بقولك هزا المساء انا سوف اخرج. فاقول نو زالان سورطير دي كده مدارة تودينا في دهي. خلي بالك من نفسك. حتى كنا هنغلط اروحنا بنحل عشان ماشيين بسرعة. سبعة وعشرين. هذا المنزل بيكون المنزل ده كلمة مؤنس. اخد نوفل. هي بتتجهز. الفعلي هنا محطوط في المصدر يبقى بور لكي تخرج معا اه معايا. هنا المكان قدامه حرف جر اسم دو. اجيب نفس حرف الجر حطه قدام نفس اداة الاستفهام. لان او بتسأل عن مكان مسبوك بحروف جر تلاتة اللي هما. يا اما اا. يا اما دان. حلاص? يا اما برضو سير. بعد كيه بيقول لي ايليا بلوي. مطر دي مفرد مؤنس. وايليا بعدها ده التجزئة اخده له. احنا بنبدأ هنا مش محتاجة اقول في الشتاء. يعني احنا بنبدأ في الشتاء واحد وعشرين ديسمبر. احنا بنبدأ الشتاء الفولام. اخد الاباستروف. ده كان الامتحان التاني. اعتقد برضو مفيش في الامتحان التاني اي حاجة صعبة انك تجيب الارقام اللي احنا شفناها تلاتاشر واتناشر والحاجات الخايبة دي. طيب. هنا نفس السؤالين اللي كانوا في الامتحان ده. هما اللي كانوا في الامتحان الاولاني. فكل سبورتي براتيك هقول جو. اقول هنا بخاتيك. انا امارس. خلاص كده. واقول مسلا اديلو. اه اه مسلا تنس. اه اين انت تمارسها زر ياضي? اقول جو لخاتيك. انا امارسها. اه مسلا. امارس التنس في النادي. عادي. واكتب الكلمة اللي في الاتحية اللي هي كلمة ساليو. واكتب الكلمة الختمية اللي هي كلمة ابيوس. طبعا مش عارز اقولك ان احنا بنمارسها في مكان يسمو كور. لان حضرتك لسه ما دخلتش في مانهك ثلثة. طيب. هنا بيقول لي اكريفة اكتب عن اجازتك الجاية. قولي الاماكن والانشطة. طيب. هنتكلم في زمن المستقبل القريب. نطوصها لو هو بسيط. اقول مثلا الاجازة القادمة اعملها ازاي? اقول اه اه اون واكتب عن سي. في الاجازات القادمة او في الاجازة القادمة اه هقول انا سوف اذهب اقول اجدادي مسلا شي ميجران باران الاجازة الجاية هروح عند جدي وجدي دي وجدتي خلاص طيب فاحنا كده قلنا مكان هقول سوف اسبح مسلا في البحيرة هقول جي ذي نعجي انا سوف اسبح دان لك اذا مكان مش عايز تكتب كل ده وتكتب مسلا انت هتروح مع صحابك النادي والكلام ده كله سهلة هتقول جي في نعجي دان لك اذاك مي خربت ام الدبان ده كوزان هركب عجل مع اولاد عمي عايز تكتفي بالقدر ده اكتفي ممكن تقول هنتعش مع بعض هنلعب مع بعض هنلعب مع بعض اللي انت عايز تقوله اقوله طيب نروح للامتحان الاخير اللي هو النموذج التالت والاخير اللي هو النموذج اللي اقدر طيب عندنا في النموذج اللي اقدر زي ما احنا بتعودين برضو القطعة الاولى اول حاجة هنا بيقول لي فمكسيم بيتصل بي بيقول له كيف يكون منزلك الجديد يا ليا يا توماس توماس قال له اله سوبر بيكون رائع ماكسيم سألوا سؤال قال له دوكوا السوكمبوز هو مكون من ايه توماس قال له السوكمبوز دو تروا بيس مكون من تلات حجرات ان سالان سالون ان جراند كويزين مطبخ كبير ان كولوار ممر دو سال دو بان وحمامين ايه دو طايلت وكمان عندنا اتنين اه اه سال دو بان وطايلت سال دو بان اللي هو الحمام بتاع البيت ولكن التويلت ده الحمام اللي يكون فيه المطاعم مفوش لدوش ولا الكلام ده كله طايل ماكسيم قال له دكري ما اوصفهولي توماس قال له الترواش ومبر التلات حجرات الوين ايه بور مي باران واحدة من اجل بابا وماما لوتر الاخرى ايه بور ماسور الاختي ايه لاتروازي ايه بور ما والتالتة بتكون ليا قال له او سالان في السالون اليه ان جراند بالكان في السالون فيه بالكونة كبيرة كي دون سور ان جراند جردان بتطلع على حديقة كبيرة ماما ايه كنتان ماما بتكون سعيدة الكوزين ايه جنيال المطبخ بيكون رائع كار لانه اليه جراند بيكون كبير ايه انسوليه معناها ومش ميس ايه السالة من جاي وغرفة الطعام او الاكل ايه مانفيك بتكون كذلك رائعة ماكسيم قال له تانو فيل سامبر ايه بلو جراند كلوتر هي غرفتك الحالية اكبر من الاخرى توماس قال له وي جو فيان دو فينير لديكوراسيون انا لسه دلوقتي مخلص الدكور بتاع الاوضة بتاعتي الاسوباري هي بتكون رائعة ايه لديس بوزيسيون والمواقع كمان ايه ديفيران بتاعت الاساس مختلفة انا هوريك بار 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 تي جزء بجزء انا بجرب سرعة عشان ما طولش الفيديو عليك لان الثلاثة الامتحنات هنزلو في فيديو واحد هوريك جزء بجزء المكتب هيكون تحت الشباك او النافذة والدولاب هيكون بجوار السرير ده بيكون عملي بالنسبة لي اكتر طيب ننزل تحت هنا بيقول لي عائلة توماس مكونة من تلات اشخاص لانه قال آآ بابا ومامته واخته لا اربع اشخاص اسف عائلة آآ بابا ومامته واخته وهو يبقى هنا عندنا كاتر برسون طيب في المنزل الجديد بيوجد هل بيوجد دو بيس حجرتين بس لا في تلاتة طيب اتنين حمامين تعني اطلع كده نبص استنى آآ في عندهم حمامين اذا ايه اجابة صحيح عندهم بلكونة واحدة وصالون واحدة هنا بيقول لي ان بوفار لو جاردان واستطيع ان نرى الحديقة آآ لحظة نطلع نبص نتأكد او صالان اليه ان جران بالكان يدون من الصالان يبقى دو بالكان دو صالان طيب غرفة تومة الجديدة بتكون بلو جراند كولوتر اكثر كبرا من الاخرى هنا بيقول لي دون لانوفيل ميزون في المنزل الجديد لسولي انتر الشمس تدخل دون لكوزين من المطبخ لانه بيكون مشمس لشامبر دو تومة غرفة تومة بتكون جراند يعني بالطبع كبيرة ننزل للقطع التانية اتنين بيتكلم مع بعض لز اكتيفتي كاتدين الانشطة اليومية هنا روبير بيقول لي حمزة متى انت تنهض وماذا انت تفعل بعد ما تنهض يعني حمزة قال لو متن صباحا انا استيقظ مبكرا اصنكار خمسة صباحا قال له جمدوش باخدوش جبري بصلي قال هنا جفاي كالك اكسرسيز بعمل بعض التدريبات الرياضية بوي ثم جمبي بلبسه دومي دي كانت قطعة سنوية عمنا برضو انا فاكر وباخد الفطار بتاعي وبخس الاسناني وبروح المدرسة بتاعتي بواسطة العجلة او الدراجة طب وبعد الظهر بترجع البيت امتى حمزة قال له برجع عندي في بيتي الساعة 14 يعني يا شباب بيرجع بيته كده بلغتنا الساعة 24 12 تديلك الساعة 2 باخد قيلولة كلمة دي معناها قيلولة كانت عند رأيها في مناك تانية برجع الساعة 2 وياخد قليلة لمدة ساعة كده الساعة 3 قل جو جوت اا كانزور بيأكله هش الساعة 15 او بيأكل واقبة خفيفة كلمة جوت دي معناها بيأكل واقبة خفيفة الساعة 15 ايجو فيمي ديفوارو بيعمل واجباتو قلو كانت برانتون دي جوني بتاخد الغداء بتاعك امتى ايكو فتي لسوارو ماذا انت تفعل مسائن حمزة قلو جو دي جون افيك ما فامي انا بتغدى مع عائلتي اا ديز ويتار الساعة 18 ايجو تود وبادرس جوسك الساعة 21 يبقى كده من 18 عندها 19 ساعة 21 كده بيقعد يدرس ثلاث ساعات اا ونص كمان او قلو نص قلو جو مو دوش وبعد كده اا جو مو كوش اسف بنامس ساعة 22 يعني كده شيل 12 بنامس ساعة 10 بدون ما يتغدى بدون ما يتعشى كار لانا جوني با مانجي لسوار لو حب ان ااكل مساءن هنا حمزة بران برجور بياخد كم واجبة بياخد الفطار ثم واجبة خفيفة متنسهاش ثم الغداء يبقى ترواروا بقى لو متان صباحا حمزة بيحب ينام بيستيقظ متأخر بيمرش شوية رياضة اا طب حمزة بيزعب المدرسة اللي هي بتساوي كلمة الاتنين واحد لابريمي دي بعد الظهر حمزة بيكون في المدرسة ولا بيكون في النادي ولا بينام لمدة ساعة ولا بيمارس رياضة لابريمي دي فترة ما بعد الظهر دي يا شباب بتستغرق عندنا يعني عند الاجانب فترات اليوم من الساعة واحدة للساعة خمسة كل دي فترة ما بعد الظهر الوقت ده حمزة بيكون في بيعمل في ايه من الساعة من بعد الظهر ما بيكونش في المدرسة اكيد لانه هو بيخلص الساعة اتنين هل بيكون في النادي هل بيمارس فياضة هل بينام لمدة ساعة اه هو بيرجع بيته الساعة اتنين بينام لمدة ساعة كاملة قلة're with you خلاص الساعة الثلاثة دي بعد الظهر ده بيكون نايم قاعد نايم في البيت طيب ننزل على 11 حمزة ايتود حمزة بيدرس حصصه او دروسه شاك جور كل يوم او بيذاكر حصصه او دروس شاك جور كل يوم لمدة بالطبع تروازور لمدة 3 ساعات هنا حمزة سولاف بيمهض او بيصحى الساعة كام سان كار يبقى الساعة خمسة ننزل بعد كده على الجزئية الخاصة بالمواقف انت تطلب من صديقك سئل فالي تاش ميناجير اللي هو بيعمله كعمال منزلية فيقول لك جفالة واسيل بعمل بخسل الصحون او الاطباق دي مش اعمال منزلية ولا دي اعمال منزلية ولا دي اعمال منزلية 14 انت تطلب من صديقك الذي يوجد في حجرته هو يقول ماينفعش حجرته يبقى فيها صالة طعام او حجر الطعام يوجد فيها برو مكتب وسرير ودلاب ماينفعش فيها كلور ممر ولا فيها صبورة زكية الكلام دا ما تكونش موجودة في الغرف بتاعتنا 15 انت تطلب من صديقك الذي يوجد على مكتبه ماينفعش الكرسي يبقى على المكتب ولا ينفع سلة الزبالة تبقى على المكتب ولا ينفع السجدة تبقى على المكتب ينفع الارديناتور اللي هو الكمبيوتر كلها مفردات تسعين في المية من اللغة كلمات فقلت لك الكلمات عصر باللغة طيب 16 كيف تكون غرفته هو يقول فيقول لك إليه انتليجون زي ما انت عملتها غرفيته زكية يعني بتفهم يعني يا لأ ما تنفعش طيب إليه اردون هي بتكون منظمة صح طيب إليه ديليسيوز لذيذة يعني بتاكل يعني ما تنفعش إليه اكتيف نشيطة بتطلع تجري من مكانها برضو ما تنفعش تيديا منضع أنامي انت تطلب من صديق سوكو اللذي هو يفعله بور دي كوري اللي كي يزين حجرته هو يقول لك يقول لك جاء كروش أنا بعلق أنت بلو اللي هي تبلو اللي هي تبلو اللي هي لوحة إيه تعم بوستر وبوستر اللي هو صورة لأي حد يعني تيديا أنامي أنت تقول لصديق سوكو اللذي اللذي يجب أن يفعله بور سوكو اللي كي يستيقظ مبكرا أنت تقول فتقوله يجب أن ترقد أو تنام مبكرا جرامير لو ما تن صباحا حاجة اسمها دي بريم إيه اللي بييجي بعدها أداة تجزئة التعبير اللي اسمه إليا ما تنفعش إل في ولا إلي ولا إلا صباحا بيوجد ضباب في كل مكان هو بيرتدي يجي لي ده شكل خارجي الملابس أخذ آه طب ركز كده الفعل بروندر ما ينفعش أقول والدية بيأتو أو والدية لسه جايين من باريس ما ينفعش أقول لسه وغدين من باريس ولا لسه مسافرين من باريس ولا لسه زهبين من باريس لأن الفعل ده لابد أن يأتي بعديه أيو أو ألا أو ألا أبوستروف أو أيو إكس مع الأماكن وبالتالي ما يمشيش هنا غير والدية لسه حالا واصلي من باريس وده أصلا زمن الجملة ماضي قريب مكون من فينيره زائد دو زائد هنا رقم ثلاثة مصدر دومان غدا أون بكرة إحنا مستقبل قريب كيف يتم تصريف الأون يتم تصريفها كأنها إيل وقال أون فاستور تير إحنا سوف نخرج ليفتنو الملابس بتاعة سارة بتكون الملابس دي جامعة مذكر تنتهي بالمقطع مو او ان تي يبقى يا مذكرة فأخذ ديمو دي قديمة هنا كلمة أور فأخذ أكلار في أي ساعة في أي ساعة أنت لديك موعد أو لقاء هنا بيقول لي فريد عوض عن الاتنين بإلى بك اس فأقول بيتنزهوا فتبقى سو بر من اللي هي رقم سي فينا حرف مكتوب غلط الإي ده يبقى أ هنا الفيلة فاسيل هي بتخسل الصحون دون لكويزين إش معنى دون لإن فيه هنا محدد من المحددات لابد إن نتجيب دون أون عمرها ما ييجي بعدها محدد وكويزين أصلا مؤنسة وش هي يأتي بعدها عاقل بعد كده كوش هنا محتاج أختار ضمير مفعول في حالة وضع فعل زي ده فعل زو ضميرين اللي هو أصلا كان مصدره في صغة الأمر المسبت يأتي هذا الضمير مع تحويله من تو إلى حاجة سماعة طواء لو فاهم الحوار كنت هتختار طواء بشكل سلس وبسيط طيب هنا بيقول لي ما أو أي ما يجيش وراء غير بير بإطرة أو اسم من الأسماء طب من اتغدى أخوك وأختك يبقى أين أخذ الغداء أخوك وأختك طيب ما مير لا كويزين ما مير أعود عنها بضمير اسمه صارة في الفعل معانا هخليها س هي الفترة الزمنية فقط اللي بيأتي بعدها حرف اللي بيأتي قبلها حرف جر اسم آ هي فترة منتصف الليل ومنتصف الظهيرة عندي هنا منتصف الليل لكن الباقي كلهم بياخدوا حاجة اسمها له جوليا إيه لي يعوض عن الاتنين بإيلا فيك اس تصريف فيرب بسيط خالص ولكن هنا المعنى إفرق جوليا وليا لديهم 18 عام يبقى زن حتى الناس مش عارفة الأفعال ده فعل أفوار فعل معناها يملك وده فعل فار أصله يفعل أو يمارس وده فعل آتر معناها يكون ولا فعل عليه معناها يذهب النيابة نفي على طول بدون ما تبص لأي حياة تانية خد لي دو تعال على المقالي ما هو فصلك المفضل هقول مثلا كده بشكل بسيط ج أنا أفضل بري فار خلاص مثلا أنا أفضل فصل الصيف اي كسك تفي بندن ست سيزان هقول أنا أذهب إلى البحر أقول ج وأقول كده حاجة اسمها أدي أ لا مير بس خلاص سهل هي سهل وبسيطة يبقى هنا وهنا طيب الموضوع اكتب عن أجازاتك القادمة لسه عملها لك في الامتحان اللي قبله ولكن هتستخدم هنا يقول بتذهب إلى فين وبتسافر إلى فين شكرا كده بنكون أنهينا التلات اللي امتحانات اللي امتحانتوهم لو في أي جزئية صعبة في التلات امتحانات أو ما دخلتش مخك أو انت مش فاهمها لحد دلوقتي علم عليها وتعالي اسألني فيها ان شاء الله الحصة الجاية بنبه على حاجة مهمة جدا قبل ما نخلص للفيديو ما تجيليش الحصة الجاية إلا لو انت طبعت امتحان مخالف للامتحان اللي انت امتحانته عندي هنا في الحصة وحليته وعدت كده قدام الفيديو أرغمت نفسك وشفت الفيديو وصححت لنفسك إذا إجابتك الخطوة أنا أخد منك امتحانك متصحح ومحطوط عليه درجة من برده أشوفك إن شاء الله الحصة الجاية ما تنساش هيبقى عندك حفظ كلمات كلمات أول صفحة عندك في الكتاب بتاعك أشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته